نعم عندك بكثور يعني عن مباراة المنتخب السعودي احنا لما كنا نتابع المنتخب السعودي من خلال بطولات أو من خلال التصفيات السابقة بصراحة كان منتخبنا مهزوز يعني في مباريات كبيرة نحس انه هذا منتخب مهزوز ما هو منتخب واثق اليوم انت تشوف المنتخب السعودي تحس انه هذول اللاعب عندهم ثقة لما يغطي اللاعب في الوسط يصحح له المدافع لما يغطي في الهجوم الوسط تلقاه يحاول وكأنه هو خطار اللاعب ايش اللي تغير في المنتخب السعودي وصلي لما وصلنا له اليوم يا السلام تأكيد الكلامك واخر ما انتهى فيه ابو احمد اللي هو الروح الوحدة يعني الروح الاسرة الواحدة موجودة في المنتخب بكل صراحة التناغم بين اللاعبين والاجهزة الادارية والاجهزة الفنية تكاتف روح وحدة روح اسرة حقيقية يعني الجميع حتى اللي في الاحتياط رغم انه يعرف ان اللاعب لاعب مكانه الا انه يتحمس معه ويدعم الشبنة وليد عبدالله كيف فرحته بالفوز وتشجيعه لزميلة حارس المرمى ياسر المسيريم كل هذه تأكيد على ان الفريق روح وحده الروح الوحدة تكسب حتى لو عندك بعض الاخطاء الفنية الروح ترفع مستواك الروح القتالية الروح الجماعية الانتماء للوطن انا دائما اقول في كثير من حديثي عن الجانب المنتخب ان دائما اللاعبين السعودية بيحس الوطن بروح الوطن تجدهم في المباريات الصعبة في المباريات الحاسمة في المباريات اللي تحتاج لروح متحديهم الانتماء الوطني هذا جانب انا اعتقد انه يختصر للمدرب شيء كثير طبعا المدرب لهدور كيف جتها الثقة وكيف جتها الروح المدرب اعطاهم الثقة حتى لو تراجع مستواك في النادي انت لاعب منتخب قدم نفسك بشكل ممتاز مع المنتخب حافظ على نفسك بدنيا حتى لو تراجع ادائك ربما يكون سبب زميل في النادي ظروف النادي ليست جيدة تراجع الاداء المسابقة المحلي ممكن يكون فيها بعض الامور لكن هو يثق تماما ان هذا اللاعب اللي تم اختياره للمنتخب هو لاعب متميز جدا لذلك يعطيه الثقة هذه الثقة خلت اللاعبين في الملعب يعطون كل ما عندهم في الملعب اصبحوا يد وحده اصبحوا روحهم وحده عارفين بعض حافظين بعض حتى لو غابوا لفترة طويلة مثلا لكن بالتأكيد الانسجام من اخلق المدرب وعدم اعطاء الفرصة حتى لو لاعب ابدع في النادي اذا كان ليسوا من لاعبين المنتخب لم يضم لاعبين لم يستدعي اضافة اعتمد على اللاعبين وسامة وسامة كان موقوف رجع في المباراة رجع ثاني مرة كأساسي رغم المعتزز قدم في المباراة تايلند اداء ممتاز لكن المدرب لا يريد ان يغير كثيرا ابدا حتى يعني اصابة نواف العابد حاول قدر الامكان ان يبدأ المباراة حتى يبدأ بافضل المجموعة في نظر المدرب حتى لو اختلفنا كنقاد او كمتابعين او كجماهير على الاسماء يعني انا اتحدث دائما عندنا عشرين ثلاثين لعب متقاربين المستوى لو كل مرة بنقول لا والله يا اخي العابد ولا يحيى يحيى ولا عبد الفتاح عبد الفتاح ولا المؤشر في عدد مستقرار نعم كلها اسماء متقاربة ولو لو 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 تحدثت يعني اليوم غياب فهد المولد لاعب مهم جدا ومع ذلك المنتخب لا زال يقدم نفسه بشكل ممتاز صحيح يعني هذا دلالة على انه ثقة لمنح المدرب لللاعبين كانوا على مستواها وزيادة نعم قدموا المستوى اداء منتظم في توازن فيه جماعية فيه روح فيه يعني اداء منتظم باستمرار تركيز عالي كلها جوانب أو عوامل مؤشرات الفوز دائما صحيح طيب ابو احمد اليوم نجوم منتخبنا كانوا على موعد مع انتصار كانوا على موعد مع فرحة جديدة باعتبارنا الحلم يعني كل مباراة يقترب اكثر من المباراة اللي قبلها ايش احنا ممكن نقول يعني بعد مباراة المنتخب العراقي اللي البعض يصفها بانها هي يعني نقطة الانطلاق النحو منديار روسيا 2018 طبعا احنا اتجاوزنا جانب جدا مهم وجدا صعب لكن تبقى تمباريات برضو صعبة محطوطة في الاعتبار انت لازم تضع في اعتبارك انك هتواجه منتخب استراليا يوم 11 رمضان بعد انتهاء الموسم هذه بالاستعداد خاص وجاهزية خاصة يعني حقيقة فترة هتكون صعبة دوري عندك متوقف هذه مباراة بالتحديد بعد اكثر من 70 يوم من الان مباراة تحتاج استعداد خاص لها عشان انت تكون في فورمتك نفسها تكلم عن الاستقرار الفني بس لا تضيع علينا حقيقة الاستقرار الفني والذي انسجام الانسجام اليوم خلاصة في الهدف 18 نقلة ما شاء الله تبارك الله لا قوة الا بالله 18 نقلة انتهت بهدف معنى هدف يعني البعض يقول تسديده وضع كابتن يحيز شهري عشان يتحكم في الكورة صراحة وضعها وضع ركانها ركن راحت هدف الاهم في الجملة الفنية المتكاملة الكل شارك في الكورة صحيح لما نقول منتخب روح اسرية واحدة منتخب يعني قلوبهم على بعض يقولوا اللعب البعض خلونا نشيل بعض لما اقول نشيل بعض انا استوقف عند الكورة اللي شالها نواف العابد من على خط المرمى نوافين اللعب صحيح لعب نواف صحيح هنا بيقوم بدور دفاع وسامها وسامي صمام امان بكل ما تعنيه الكلمة حقيقة الكورة اللي في العم سامي ما يقيل عنه عطاء الخيبري قدم مباراة كبيرة اليوم اراح المدافعين من المواجهات المباشرة يعني كان فيه المدارب كان عنده تكتيك الشوطة الاول كنا بشكل والشوطة التاني نزل اللعبين مع حضور الجماهير انت تقول ممكن اللعبين يكونوا تحت الضغط لا وجدنا الثقة اكتر صحيح تنامي في الثقة في نقل للكور في فتح على الاطراف عشان تعرف الكور يعني البنية الجسمانية الغالبا لمنتخب العراقي لكن المهارة الفردية والسرعة وإلى آخره لما انت تكون عارف قدراتك تعرف قدراتك الجيء زي ما بيعمل المدرب مارفيك المدرب عارف قدراته لعيبته بيلعب عليها تماما عشان كلا نحن بنكسب وحنكسب بمشيئة الله تعالى مباراة الجيء استراليا اليابان منافسينك يعني في المجموعة حتى الامارات حتى الامارات هو المنتخبة طبعا العراق مع كامل احترام والتقدير مع تايلاند الآن خلاص فقد الفرصة تماما لكن امارات عندها نسبة اليوم صحيح المدرب مهدي علي استقال ويعني سار عندهم مستجدات لكن ما تدري كيف تحصل الامور انت هتواجه هذه المنتخبات وحتكون اغلب المباريات خارج ارضك استراليا والامارات مبارياتها الصراحة صعبة احتاج لها تجهيز خاص وتاهيئة خاصة احنا ثقتنا الصراحة في اتحاد الكرة جديد شوفناه برضو بيواصل عمل اتحاد السابق نعم طبعا الرجل الاول للرياضة الامير عبدالله بن مساعد تواجده وقربه من الاتحاد وقربه من المنتخب ومن اللاعبين واضح العلاقة اكيد هذا رح يأتي دافع اقوى هذه تعطيهم باور كبير صراحة صحيح الحمد لله رب العالمين انا اعتقد ان الامور ما شاء في السليم احتاج تركيز للمرحلة الجيدة تعامل معها بخصوصية عشان تكتمل المسيرة بمشيئة الله تعالى باذن الله تعالى طيب